الإسعافات الأولية دائما في المدارس كان هناك دورات إسعافية يأخذوها الطلبة والطالبات من أجل التعلم كيف نتعامل مع الأزمات يعني ممكن بعض المرات يكون في بعض المواقف اللي ممكن نتعرض لها فكان دائما هناك دورات تدريبية لتثقيف الطلبة والطالبات بالأهمية التوعية الإسعافية وكيفية التعامل مع الحوادث وما إلى ذلك اليوم في حلقتنا سنتعرف على كيف من الممكن أن نتعامل مع بعض المشاكل سيكون معنا أيضا في الستوديو من يقوم بتدريبنا جميعا يعني نحاول أنه نركز علشان ناخذ معلومة أو اثنين ممكن في وقت الأزمات الواحد يكون محتاجها نراحم مجددا بالأستاذ بسام العنزي مديرة طوع في الهلال الأحمر منطقة الرياضي يعني لما نتكلم عن مبادرة تندربك لتدرب مجتمعك أهمية هذه المبادرة أهمية نشر هذه الثقافة ثقافة أنه الواحد يمتلك مهارة الأسعافات الأولية هي المبادرة أحد المبادرات التي تستهدف أهمة الصفراء الهدف منها رفع كفاءة الهيئة في العمال المجتمعية كذلك التدريب والتطقيف المجتمعي لا نخفيكم الآن برنامج الأمير نايف أطلق عدة مبادرات في الإسعافات الأولية المجال مفتوح للتوان للمتخصصين أو غير المتخصصين حتى الجائحة لم تكن عائق لنا أننا نوقف عن التعلم عن الأسعافات الأولية وأهمية الأسعافات الأولية فأطلقوا مبادرات برنامج الأمير نايف أونلاين فجدت فكرة أنه يكون ندربك لتدرب مجتمعك ما شاء الله الآن عودة المدارس عودة الوضع إن شاء الله إلى الوضع الطبيعي إن شاء الله سيكون عندنا مجموعة من المتطوعين المدربين نحن استهدفنا في هذه المبادرة تدريب وتأهيل المتطوعين ليكونوا مدربين أو محاضرين في المحافل في الأركان التي تقوم الهيئة فيها حتى يتمتوعت وتدقيف المجتمع لأهمية الإسعافات الأولية لأنه لا قدر الله صارت الواقعة أو صار الحدث ثواني بسيطة تفرق معنا والتعامل خلال هذه الثواني كيفية التعامل ممكن أن يغير مجرى الحادث تماما يأما بالسلب أو الإيجاب فالواحد المفروض يكون عنده أقل درجة من الثقافة الإسعافية من أجل التعامل السليم والصحيح مع أي حادث ممكن يحصله كيف الواحد ممكن يدرب نفسه كيف الواحد ممكن يستفيد من هذه المبادرة يستفيد مما يقدم من برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية برنامج الأمير نايف هو برنامج مختص في العامة وليس للمتخصصين برنامج سلس بإمكان الجميع التعلم عليه من المجتمع وليس لأنه شخص يجب أن يكون متخصص حتى نتعلم إسعافات الأولية أنا عند مجموعة من المهارات سهلة مهارات أطبقها خطوة ولا خطوة أساعد فيها في إنقاذ الروح سواء في عمليات العاشر قلب الرئوي سواء في إيقاف النزيف سواء في حالات الغصة يعني الأشياء التي تحدث معنا في التي قد تكون واردة والله بعد الشرعان الجميع نحن مباشرة نريد تطبيق للإسعافات الأولية وأبرز المهارات اللي ممكن أو مهمة بالنسبة للشخص أن تكون واردة كحوادث إيش ممكن تورينا وطبعا رحب أيضا أحد المتطوعين اللي بيساعدنا حياك الله هل نشوفها الزميل أحمد الشقحة أحد المتطوعين إن شاء الله لنشاركي معنا في هذه المبادرة إحنا رح نتكلم عن عملية العاشر القلب الرئوي عادة الحالة عند سقوط الحالة أو وجود حالة نتأكد من وجود الحالة هذه هل هي فعلا حالة استدعي التدخل الإسعافي أو لا فنبدأ أول شيء نقر على الأكتاف للتشيك ونشيك على الاستجابة الأكتاف هي المواقع الآمنة للتشيك على استجابة يعني أشوفه معي مستمع صوت يرد علي أيوه والنقر على الأكتاف حتى أتأكد من استجابة هذا المصاب أو المريض ما في استجابة أفتح مجرى الهواء بطريقة هذه بعدها أشيك على الارتفاع وانخفاض الصدر إذا فيه ارتفاع أو انخفاض إذا ما فيه ارتفاع أو انخفاض أبدأ بطلب الإسعاف الآن تحت الهيئة تطبيق أصعفني يحدد الموقع يحدد التاريخ المرضي للمصاب يعني أنا ممكن أسجل التاريخ المرضي اللي عندي الأدوية اللي استخدمها فهذه المعلومات تساعد في الاستعافات نعم طيب بعدها ما فيه استجابة بس نقطة لحظة لو تكرمت الفتح مجرى الهواء نحن رجعنا الدماغ للخلف نحن نبدأ في إيمالة الرأس ورفع الذقن اللسان هو مربوط في الفك نحن فيه كلمة دارجة بين النواة بلع اللسان صحيح هي كلمة خاطئة اللسان عضلة عند فقدان الوعي ترتخي العضلة هذه ترجع تسبب لي انسداد في مجرى الهواء فحن فيه طريقة هذه الرفع الذقن إيمالة الرأس ورفع الذقن هذه تساعد في تجلبها فتح مجرى الهواء بشكل يدوي بعدها بعدها نبدأ في التشييك على التنفس ارتفاع وانخفاض الصدر إذا ما كان فيه ارتفاع وانخفاض في الصدر أبدأ بطلب الإسعاف سواء عن رقم تسعة تسعة سبعة أو تطبيق أسعفني وأبدأ في الضغطات الصدرية طبعا الضغطات الصدرية هي ثلاثين ضغطة ستكون بعدها نفسين بعد الثلاثين ضغطة نعطي فتح مجرى الهواء ونعطي نفسين نعيد هذه أنا شوف أحمد كأنه قاعد يضغط على جهة القلب يعني الصدر على الجانب الأيسر لها علاقة أم لا هو رسم خط وهمي عادة الدرج عندنا نعرف أنه قلبي سار القلب في منتصف الصدر بحجم قفضة اليد لكل شخص فلو حطينا بهذا الشكل هنا في المنتصف في عندي عظمة مستقيمة خلف العظمة هذه في جزء ماي البسيط إلى الجهة اليسرى فالضغطات ستكون في خط وهمي في منتصف الصدر بين أحلمتين الصدر في المنتصف مكان الالتقاء هذا هو مكان طريقة اليد كيف تكون حتكون بالشكل هذا في راحة العظمة هذه راحة اليد يبدأ الضغط 30 ضغطة مثل وضح لنا بعد الثلاثين ضغطة في توقف؟ لا نحرص أنه ما نوقف 30 ضغطة ونعطي نفسين طريقة التنفس الصناعي هل يلفخ فقط الأكسوجين في فم المريض؟ كيف تتم؟ هو أعطاء نفسين لكل ثاني نفس ونريح نفس ونعطي نفس ثاني الدراسات الآن القادمة أنه نكتفي في الضغطات الصدرية اللي هي المبادرات القادمة إن شاء الله اللي هي فقط الضغطات الصدرية كافية أنه حنا ننقذ سلامة هذا المصاب لكن نحنا نلتزم في الموجودة الآن أعطاء ثلاثين ضغطة لمنعاش القلب الرئوي لمنعاش القلب الرئوي ثلاثين ضغطة نفسين وبعد ذلك طيب الآن إيش الدلالة أنه لمنعاش القلب الرئوي عندي ناجح أني قاعد أسوي بشكل جيد أو حقق استفاة أولا أو أيش الخطوة اللي بعدها يعني أيش الاحتمالات اللي أحطها بعد هذا الإجراء حيكون عندي هو الأربع خطوات اللي هي توقف فيها أما استفاقة المصاب أو المريض أو وصول الإسعاف أو إذا كان عندي استجد خطر في الموقع صار في خطر عليه في الموقع أبدأ نسحب أو انهكت حنا دائما نقول طب سيارة الإسعاف ليش لأنه ممكن تنهك نفسك يصير لي جهاد عليك فما تقدر أنه تساعد صح وممكن يكون كمان استنزاف لطاقتك أنه أنت ما حتعرف تركز ما بين التتواصل مع الإسعاف ولا تتكمل في هذا الجهد طيب الحالة الأخرى اللي حتكون معنا حيكون معنا نتكلم عن اللي هي الغصة لدى الأطفال وهي الأكثر الأسئلة اللي وردت أنه كيف أتعامل مع حالات الغصة لأطفال طبعا الطفل الرضيع الرضيع هو من عمر من الولادة إلى عمر سنة فالحالات اللي رح أتعامل معها أنه أبدأ شيك أولا في الفم لما يبدأ الطفل مخسنق تظهر عليه علامات توضح لي أنه الاختناق هو الازرقاق في الوجه فهذه الدلالات تدل على أنه الاختناق فأبدأ أنا أشيك على الفم إذا كان موجود الجسم ما أضح لي أبدأ بسحب هذا الجسم ما كان واضح أبدأ في عملية الضغطات الصدرية أو شيء بالضرب في الخلف طيب بس اسمحني نقطة السحب من الفم لأنه بعض الأمهات بتلجأ على طول أنه أصبحها في فم الطفل وبتحاول تسحب الشيء للفم وهذا ممكن يؤدي أنه الشيء هذا ينزل قصلا لمجرى التنفس صحيح نحن في المحاضرات والدورات الإسعافات الأولية نوضح للمتدربين كيف أنه يتعامل مع الجسم هذا الغريب وكيف يشيله لما أدخل على الجسم أدخل عليه من سقف مع الجم مع الجم وأبدأ إلى الداخل إلى الخارج ما أدخل على طول لأنه ممكن أنا أرجع الجسم هذا فهيصير عندي حالة الاختناق هي نبدأ في خمس ضربات ظهرية بعد كذا ننقل المصاب على البطن ونبدأ بخمس ضغطات بطنية وين الموقع حق الضغط بالضبط نفس الموقع اللي حددناه في السابق اللي هو بين حلم الصدر ومتصل الصدر نبدأ في الضغطات أنا جاني سؤال يعني فيه ناس ما شاء الله تبارك الله يدينهم كبار ويدهم ثقيلة الوزنية حق اللي أستخدمها سواء في الانعاش القلب الرأوي الآن أنا يعني جاني السؤال هذا لما شفت على الطفل يعني الواحد يخاف أنه يؤذيه بالضربات سواء في الانعاش أو حتى الضربات لما يتعلق أنه يغصب لقمة كيف ممكن يوزن لمستوى الضربة طيب هذه من خلال البرامج التدريبية برامج الأمير نايف إحنا ليش نقول أنه في محاضرات قدمت محاضرات أولاين في محاضرات لكن لما أنا أبدأ أتمرس وأتدرب على الحالة أبدأ يصير عندي القدرة والإمكانية أني كيف أنا أتعامل مع الحالة هذه الكسور اللي ممكن تصير مع الضغطات الصدرية هذه حالة توقف قلب وتنفس يعني وصلت مرحلة لو ما أنا تدخلت ممكن أفقد هذا الشخص العزيز علي أو الشخص اللي جاء ستتعامل معه فالكسور تجبر لكن خلايا الدماغ إلى أربع دقائق تتلف خلايا الدماغ يبدأ في عندي تلف خلايا الدماغ ويبدأ في فقدان الوعي فيدخل في مرحلة الموت السريري المؤسف أنه أغلب الحالات التي تباشر في المواقع تجد الحالة توقف قلب وتنفس ويتم التعامل معها ترجع الحالة لكن متوفد دماغيا هذه من المبادرات التي تساعد أنه أنا لما أتعلم للنعاش القلب الرئوي أساعد في إنقاذ وحفاظ هذه النفس جميل وفي الأخير أهم نقطة في هذه النقاط قدما تحاول أن تتبذل مجهود وتتثقف في الأمور الإسعافية أيضا عليك التوجه للإسعافات الأولية والاتصال بهم قبل أن تبدأ في التعامل مع الحالة وبعد كذا يعني الله يحفظ الجميع ياره هناك معلومة مهمة طبعا ذكرها لنا الأخونا بسام وهادي الأستاذ المشاهدين كل ما أنا كنت أول أشعر أن تحتاج وقت لتتعلم سعافة الأولية ذكر أن ست ساعات في يوم واحد تكسبك هذه المهارة بإذن الله هذا صحيح هنا لدينا العديد من البرامج هناك محاضرات تقدم في المدارس محاضرات مدتها 45 دقيقة هذه كنا نقدمها في المدارس تحفيزية للطلاب أنهم يأخذون برنامج الأمير نايف في دورات مكثفة في برامج إيقاف النزيف في عديد من البرامج نرحب بالجميع سواء المتخصصين وغير المتخصصين عبر نظام التدريب بهيئة الهلال الأحمر يمكنهم زيارة الموقع والاطلاع على جميع البرامج برنامج الأمير نايف الآن متاح للجميع للجميع حتى بدون مقابل يعني الواحد يستفيد من هذه البرامج الموجودة لأنه في النهاية ممكن تنقذ حياة إنسان وفي وقت الحادث الواحد يتوقع أنه ممكن ما يقدر يسوي شيء لكن فعلا في وقت الحادث الواحد بتطلع كل المعلومات اللي عنده في الذاكرة بالأجل إنقاذ الموقف يعطيكم العافية ويعطيك العافية أحمد على هذا يعني العرض للمشاهدين شكرا لكم بسامل عنزي وأنت مدير التطوع في الهلال الأحمر بمنطقة الرياض وشكرا لك أيضا أحمد الشقحة وأنت أيضا المتطوع اللي ورعتنا هالتجارب وأيضا هالنماذج لأعمليات الأسعافة نتوقعين يا رب نتوقعين يا رب